أما الآن فلنذهب إلى البوكس أوفيس الأمريكي لهذا الأسبوع في البوكس أوفيس لهذا الأسبوع في المرتبة العاشرة فيلم الدراما التاريخي شي ساد والقصة أن صحفيان يكتشفان هوية المرأة التي قتلت هارفو أينشتاين وأخرج ضحاياه من صمتهم رغم المبالغ التي أنفقها لإسكاتهم أما المرتبة التاسعة فكانت من نصيب الفيلم الرومانسي والكوميدي Ticket to Paradise من بطولة جورج كلوني وجورليا روبرتس وهو أجدد أعمال الشركة يونيفيرسل أما فيلم الرعب الرومانسي بونزا نول فنزل إلى المرتبة الثامنة وفيه تنطلق فتاة مستقلة في رحلة بعيدة عن والدها لمسافة ألف ميل لتتعرف على شاب متشرد ويكملان الرحلة معا هنا تبدأ رحلة كشف الأسرار أما فيلم The Farble Men's فقد نجح في الوصول إلى المرتبة السابعة والقصة أن طفلا يأخذه والده إلى السينما فيقع في حب هذا المجال ويطمح أن يكون صانع أفلام ومع تقدمه في السن تساعده السينما على معرفة حقيقة أسرته نزل فيلم Black Adam إلى المرتبة السادسة لهذا الأسبوع وفيه نشاهد دواين جونسون في رداء البطل الخارق والذي يستجد به الناس للقضاء على الشر الفيلم يتميز باحترافية عالية في تنفيذ المعارك والملاحم أما لاعبة الشطرنج الشهيرة فنشاهدها في فيلم الإثار والكوميديا السوداء The Menu أين يذهب الزوجان إلى طباخ معروف بأكله الرائع الأحداث ستجري في جزيرة بعيدة ومعزولة لكن عند وصولهم إلى الجزيرة تبدأ الأحداث الغريبة وتظهر مع كل طبق أما فيلم الأكشن والمغامرة The Devotion فتقدم إلى المرتبة الرابعة وهو مقتبس عن كتاب مشهور بنفس الاسم ويروي الفيلم قصة حقيقية لطياران مشهوران من نخبة البحرية الأمريكية يضحين بحياتهما خلال الحرب الكورية في المرتبة الثالثة نشاهد فيلم الإثار والغموذ Glass Union دانيال كريج الذي عهدناه في دور جيمس بوند يلعب دور محقق مشهور يذهب إلى اليونان ليحقق في قضية ملياردير على جزيرة النائية أين تحدث قضية قاتل وتتطور الأحداث المرتبة الثانية بجدارة كانت من نصيب فيلم الانيميشن سترانج وارد من شركة ديزني القصة أن عائلة من المستكشفين يتجولون في أرض معزولة فيجد الأب نفسه في مغامرة غير متوقعة أما وكاندا فوريفر فيستمر بقائه على عرش البوكس آفيس بعد وفاة الملك أصبحت وكاندا وثرواتها مطمع الكثيرين والتهديد هذه المرة من الملك الذي يحكم قوما يعيشون تحت الماء وكانت هذه رحلتنا في البوكس آفيس الأمريكي لهذا الأسبوع ترجمة نانسي قنقر